إيطاليا سوقت هذا الاثنين سندات للدين لأجال عام واحد بقيمة ثمانية مليارات يورو معدل الفوائد على السندات بلغ 2.767% ما يشكل أعلى معدل منذ شهر حزيران يونيو الماضي وذلك في ظل الترقب المستثمرين لتحرك البنك المركزي الأوروبي لمعالجة أزمة الديون في منطقة اليورو ما يزيد الوضع تأزما هو تسجيل البنك المركزي الإيطالي في النصف الأول من العام لعجز بقيمة 47 مليار و700 مليون يورو نتيجة ارتفاع حجم مساعدات إيطاليا لدول أخرى في المنطقة روما تهدف هذا العام إلى تخفيض العجز من 3.9% إلى 1.7% من الناتج القومي المحلي لكن وزير الاقتصاد أكد الأحد الماضي استحالة التوصل إلى ذلك ما يزيد احتمال حاجة إيطاليا إلى خطة إنقاذ أوروبية